أنا أشير إليها إجمالاً أعزائي هذه الروايات خلوا ذهنكم يم أما عن عبد الله بن عمر فيه من عبد الله بن عمر الرواية واردة أعزائي في المعجم الكبير للطبراني أعزائي المعجم الكبير للطبراني المتوفى وطبعاً تاريخ حياة هذا الرجل معمر كان من ميتين وستين إلى ثلاثمائة وستين تخريج حمد عبد المجيد السلفي الطبع الثاني في الجزء أعزائي الثاني عشر صفحة ميتين واربعة واربعين رقم الحديث ثلاثة عشر ألف ومئتين واربعة وعشرين الرواية عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث هناك أحاديث كثرت الكذابة عليه فما أتاكم من حديثي فقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله هذه الرواية قلها ماذا اتبراني التفتوا على المنهج الذي صار عندنا أخيرا على منهج السيد الخوئي وهو أنه بمجرد ننظر إلى السنة إما صحيح إما ضعيف إذا ضعيف ارمي به عرض الجدار على أي مبنى هذول المحدثين المتأخرين أعزائي أيضا الذين حققوا وهو المنهج السلفي لا المنهج الأزهري ولا المنهج الزيتوني ولا المنهج أي مدرسة رجالية وحديثية الآن في العالم الإسلامي لا تتبنى هذا المنهج الذي يتبناه ماذا المنهج الوهاب ولهذا مباشرة قال في نظر قال وهو منكر الحديث خلاص سقط الرواية لا تقضي خلاص انتهت فقط النظر إلى ماذا إلى السنة نفس الذي قرأناه عن منهج ماذا سيد الخوئي انظر إلى السنة ضعيف أضرب به عرض الجدار خلاص مولانا اجمع قرائن شوف الآخرين يقولون تعدد الروايات تعدد الرواة تعدد الأساني تعدد الكتب تعدد أبدا لا قيمة له أبدا لا قيمة له وهذه هي واقعا مقتلة الروايات في مثل هذا المنهج طبعا مو مقتلة الروايات مقتلة كل المعارف الدينية لأنه انت على هذا الأساس واقعا مو فقط لا يبقى عندك شيء في روايات التفسير في روايات التاريخ في روايات المواعظ لا يبقى عندك شيء في روايات أصول العقائد روح انظروا إلى أصول الكافي على هذا المنهج كم رواية في أصول الكافي بعد يبقى عندنا صحيحا وبينك وبين الله اذا اصول الكافي هماتي انا في اصول اصول الكافي مو الفروع هم سقط بعد شنو عندنا احنا في نهاية المطاف دا نقترب من منهج حسمنا كتاب الله ولكن ماذا من غير ان نشعر بالكم من هذا المنهج واقعا اخطروا ما ابتليت به الامة هذا المنهج علميا دا اتكلم ولا الاشخاص محترمون في محله رأي علمي اخطروا سواء كان عند الشيعاء او عند ماذا عند السنة وهو ان التحاكم الى في الروايات الى ماذا الى فقط السند مع كل الاشكالات التي ذكرناها على المنهج ماذا على المنهج السند وهو انه على اي اساس ولهذا انت عندما ترجع الى هؤلاء تجد واحدة من اهم ادلتهم التفت جيد من اهم ادلتهم لاسقاط الرواية مع ان الراوي صدوق ثقة ما ادري كذا ولكنه له ميل رافضي انظروا انتوا الى كتب الرجال انظر الى جابر ماذا يقول عنه يقولون جابر بيني وبين الله هالشكل كان هالشكل كان هالشكل كان الصدوق كان كثير الحديث كان جاب نزيد جعفهم هما يصرحون ها هي شي الى قيمة هي شي بس المشكلة انه من كان من كان يجي اسم الاول والثاني ما يترضى وين كان ما يلعن ما يترضى اذا عدى موقف ممن من الاول اذا سقط الحديث خلاص انتهى اما اذا صار يلعن فهذا جنو مرافضي هذا غالي ولذا اجوا اسسوا اصل عزيزي قالوا قالوا ان النواصب اصدق لهجة من الروافض هذا اصل بنى عليه ابن حجر العسقلان ارجعوا في مقدمة مولانا هدي الساري في مقدمة شرح صحيح البخاري او اخر الجزء الثاني منه يقول انهم اصدقوا لهجة تقول له بابا هذول منافقين يقول بري قد يكون منافق ولكنه اصدق لهجة من هذول الكفار شن ربط لانه يقول انه هو يعرف بانه اذا صاروا نواصب يعني لا يبغضك الا ماذا الا منافق وهي روايات صحيحة في صحيح مسلم وارثة عندهم ما يقدرون يناقشه لعهد النبي الامي الي لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق منافق هذا يقول بري وقد يكون المنافق اصدق لهجة ماذا من هؤلاء المهم المدار شنو ها حب علي هو هاي المشكلة على هذا الاساس بعد انت بعد تلقي رواية فيها فيها فضائل لعلي بعد يصححوها القوم لو كلها راح يضعفوها بعد لانه مباشرة الراوي عندما ينقل الرواية اذا ميلش يصير ميله يصير علوي اذا انجنوا فيه رائحة الرافض اذا الرواية ساقط السندي يعني كل الذي عندنا اذا انبنينا على المنهج السندي سيسقط وهم دا يسقطوا وهم دا يسقطوا هذه الرواية اعزائي كما قلت ايضا على القاعدة المحقق مباشرة يقول ضعيف ولكن الا قيمة لي لمثل هذه التضعيفات هذا المورد الاول اللي هو عن عبد الله بن عمر المورد الثاني عزيزي عن ثوبان ايضا في المعجم الكبير للطبراني الجزء الثاني صفحة سبعة وتسعين الرواية عن ثوبان ان رسول الله قال الالا ان رحل اسلام دائرة يا رسول الله اخوة اذا كانت رحل الاسلام دائرة يقول هام ورح يدخلون اناس قد قد يضعون الاحاديث عليه قال فكيف نصنع يا رسول الله اذا كانت رحل الاسلام والامم رح تدخل والاحاديث امرام تختلف قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وانا قلته في الحاشية ايضا وهو متروك منكر الحديث على القاعدة على القاعدة هذا المورد الثاني المورد الثالث عن ابي هريرة عن ابي هريرة عزائي كم سند وارد للرواية السند الاول الوارد في سنن الدار قطني هذه عادة يقرأوها خطأ اعزائي ويصير منشأ للتضعيف مو الدار قطني الدار بفتح بالفتح قطني عادة انا اسمع الى بعض الاخوة الاعزاء اللي يطلعون على الفضائيات بدل الهيتم يقرون الهيثمي بدل الترمذي يقرون الترمذي بدل النساء يقرون النساء والنساء هذه ايران غير النساء اعرفتشون وهكذا وكذا الى اخر اعزائي حاولوا انه يوجد كتاب هماتينا ضبط الاعلام عندهم كتاب هو كتاب قيم اعزائي ضبط الاعلام انه هاي الاعلام كيف نتلفظها من الكتب القيمة في هذا المجال المهم الموزوع الحديثية اللي اشرف عليها عبدالله ابن عبدالمحسن التركي سنن الدار قطني طبعا هاي الدار قطني هذه منطقة كانت في بغداد هو بغدادي هو منطقة كانت في بغداد تسمى ماذا ها دار قطن فهناس عرف هذا الرجل من ذيك المنطقة عرف بالدار قطني المتوفى ثلاثمائة وخمسة وثمانين من الهجرة يعني معاصر اعزائي تقريبا لانه ثلاثمائة وستة الى ثلاثمائة وخمسة وثمانة اواخر الغيبة الصورة وتحقيقات شعيب الارنعوت مؤسسة الرسالة الجزء الخامس صفحة تثمائة وواحد وسبعين ورقم الرواية اعزائي اربعة الالاف واربعمية وتلاث وسبعين الرواية عن ابي هريرة حدثنا صالح ابن موسى عن عبدالعزيز الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي قال ستأتيكم عني احاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي هذه كاملا الروايات اللي وردت ماذا كتاب الله وسنتي نبيه وجدتم عليه الشاهد من كتاب الله وسنتنا بنفس المضامين بل نفس ماذا بل نفس الالفاظ فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني على القاعدة ايضا مولانا صالح ابن موسى ضعيف لا يحتج ماذا بحديثي طبعا خلي ذهنكم اعزائي يمي هذا الصالح ابن موسى اللي وارد في سند هذا الحديث خلي ذهنكم يمي اللي ضعفوا به هذه الرواية هو الوارد في رواية كتاب الله وسنتي وصحح الرواية حتى تعرفون التفت اعيده هذه رواية كتاب الله وسنتي واردت ثلاث اربع اسناد بيها واحدة من اسناد هب منو بيها منو صالح ابن موسى اللي يعبرون عنه ضعيف لا يحتج بحديثي وين اهنا اما من يجون الى وسنتي ها يقدموها على وعترة التي هي الصحيح وهذه من القواعد اعزائي احفظوا هذه القواعد راجعوها هو اصاير الشغل الى انه الى ان انتهينا الى هذه القواعد اعزائي وهو انه اينما وجدتموه الحمد لله رب العالمين ما الان الكمبيوترات بعد والاقراص الليزرية بعد هو تسهل لك كثير من الامور كثير من الاحيان رواية مرتبطة بفضائل اهل البيت فيها فلان يضعف نفس هذا السند مرتبطة بفضائل بني امية ماذا يقوى يوصح هذا من النقوض الاساسية عليهم واقول لك القاعدة مش هو ان طبقه وهو انه روح الى السند شوف هذا السند جاء في البخاري ومسلم لو ما جاء تجده انه اذا هذا السند جاء في البخاري ومسلم اذا يعتبرون السند شنو صحيح اذا هذا السند فيه فضائل واهل البيت بعد لا يقول هاي الرواية شنو ضعيفة لان البخاري مصحح شنو مصحح هذا السند كذلك هذا في هذا المقام علي الاحوال هاي الرواية هاي الرواية والروايات الاخرى اللي واردة اعزائي الاخوة ان شاء الله يراجعونها لانه ماكو وقت اقراها كلها وهي في سلسلة الاحاديث الضعيفة واثرها السيئ في الامة محمد ناصر الدين الباني اللي هي ماكو هذه الطبعة اخرى بها بس هاي الطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض اللي السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة هناك في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث اعزائي يبدأ من الحديث الف ثلاثة وثمانين الف أربعة وثمانين الف خمسة وثمانين الف ستة وثمانين الف سبعة وثمانين الف ثمانية وثمانين الف تسعة وثمانين الف تسعين تقريبا ثمان روايات ينقل بألفاظ متقاربة ومجموعها او اكثرها عمن سندها تنتهي الى ابي هريرة وان كان الطريق الى ابي هريرة منه متعدد ولكنه كلها تنتهي الى من إلى أبي هرير الرواية الأولى إذا حدستم عني حديثا يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث به يقول موضوع لا أعرفن ما يحدث أحدكم ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على أريكته ما قيل من قول حسن فأنا قلته إلى أن يقول في الروايات لمحل الكلام قال أتلوا به علي قرآن ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله ثم محل شاهد هذه الروايات إنها تكون بعد رواة يروون عن الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به خلي ذهنك جد الرواية دقيقة واقعا أصلا على ما تصدق عليها انظروا الرواية يقول يروون عني الحديث إل من ينسبوه ليه النبي لا يقول فاعرضوا حديثي على القرآن يقول فاعرضوا حديثهم على القرآن لماذا لأنه هذول المولانا قد كذبوا عليها قد نقلوا بالمعنى قد قطعوا الروايات قد 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 فهذه أحاديثي لأحاديثهم أحاديثهم فاعرضوها فإن وجدتم موافقة فأنا قلت أما إذا كانت مخالفة فهذا حديثهم هذا من جراب النور مو إلي أهدني هذه من الوعاء الآخر لأبي هريرة رواية ثانية فما سيفشوا عني أحاديث طبعا كل هذا يكون في علمك نسيت أقرأ المولانا هذا يبدأ المولانا الحديث 83 موضوع حديث 84 ضعيف جدا الحديث 85 ضعيف الحديث 86 ضعيف الحديث 87 ضعيف الحديث 88 سيفشوا عني أحاديث فما آتكم من حديثي فأقرأوا كتاب الله واعتبروه ضعيف الحديث 89 ضعيف جدا الحديث 90 ضعيف جدا والعجيب أن نفس هذا الألباني في مقدمة سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول لا يتبادر إلى ذهن أحد إذا كانت الروايات ضعيفة ولكن استطعنا أن نجمع أسناد متعددة في الرواية تبقى ضعيفة تبقى شنصير ولكنه هنا أنا سأبين النكتة بعد ذلك لماذا هذه هماتي أنا عن منو؟ عن أبي هريرة أما عن جبير ابن مطعم هذه الرواية واردة أعزائي في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية هذا الكتاب أعزائي من أهم كتب علم الرواية والدراية عند القوم الإخوة اللي يردون يقرؤون في الكتاب عنهم هذه من الكتب الأساسية عندهم اللي هي للخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد اللي متوفى أربعمائة وثلاثة وستين من الهجرة الكفاية في أصول علم الرواية اللي تحقيق ماهر ياسين الفحل هاي النسخة أخذوها نسخ أخرى وموجودة بس هاي النسخة أخذوها المجلد الثاني دار ابن الجوزي دار ابن الجوزي أعزائي سنة الطبعم ألف واربعمائة وثلاثين من الهجرة هناك أعزائي الرواية عن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله عن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه وما حدثتم عني مما تنكرونه فلا تأخذوا به فإني لا أقول المنكر ولست من أهله أيضا اسناده ضعيف جدا فإن صالح بن موسى بن إسحاق اللي قرأنا الرواية متروك الحديث عجيب وإذا كان متروك الحديث لا عش ليش وسنتي صارت رواية ماذا صحيحة في قبائل ورواية وعترت لأن هذهك بها العطرة لابد أن نسقطها عن الاعتبار هاي رواية الأخرى الرواية الأخيرة أعزائي اللي هي واردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في سنن الدار قطني في المجلد الخامس صفحة 372 الرواية عن عاصم بن أب النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله إنها تكون تكون بعدي رواة بعدي رواة يروون عن الحديث فعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فاخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به إلى أن يقول وهي مرسلا فلا احتجاج بها من هنا أعزائي خلوا ذهنكم يمي من هنا نجد أنه تقريبا كما أشرنا بالأمس أن مجموع أعلام السنة إما أسقطوا اعتبار هذه الروايات وإما قالوا أنها ماذا مجهولة أو قالوا موضوعة ولذا أهم عبارة في هذا المجال طبعا الإخوة اللي يردون راجعون كما قرأنا بالأمس قرأنا من المصادر الأخرى التي أيضا توجد في هذا المجال دلائل النبوة للبيهقي المتوفى سنة 458 من الهجرة تحقيق الدكتور قلعجي ودار الكتب العلمية طبعا يكون في علم الأعزة الكتب التي مطبوعة في الرياض عندهم واللي مطبوعة في بيروت بشرط أنها مطبوعة في دار الكتب العلمية المنهج السلفي يقبل تحقيقاتها أما إذا مطبوعة في دور أخرى لا يوافقوا عليها إذا تريدون تحتجون احتجوا بما هو مطبوع عندهم خصوصا هذه أمثال المؤسسة دار المؤسسة أو دار ابن الجوزي أو مؤسسة الرسالة وهذا الني المطابع الأصلية عندهم الرواية أعزائي أيضا قال الشيخ يعني البيهقي والحديث الذي روية في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح هذا ما يذكر هناك في الجزء الأول صفحة سبعة وعشرين من الجزء الأول وكذلك أعزائي في الموافقات للشاطبي اللي بالأمس أشرنا إلى بعض كلماته وآخر المطاف هكذا يقول يقول وجميع صبعا موافقات للإمام الشاطبي اللي هو من أهم كتبهم الأصولية أعزائي تحقيق تحقيق أعزائي أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار بن القيم ودار بن عفان ولا اسم حسن حسين علي أبدا مولانا جوات أبدا وكأنه هذول مو في ثقافة المسلمين أنتوا الآن ما أدري تجدون بعض ما رد أدخل بذاك الباب لأنه هذا يسجل خلوه بكان آخر يقول وجميع هذه الأحاديث ليست بصحيحة ولا تخلو من كذاب أو متهم أو متروك أو مجهول كما تراه في اللآلئ المصنوعة وما بعدها وتنزيه الشريعة وما بعدها وقد ظفرت بكلمات سمان مش متروسات مولا فخام لجماعة من الأئمة الأعلام فيها حكم على هذه الأحاديث ما قاله عبد الرحمن بن مهدي الزنادق والخوارج وضعوا ذلك الحديث ما قاله ابن بط في الإبان هذا حديث موضوع عن النبي ما قاله ابن حازم وهكذا وهكذا ينقل جملة من كلمات هؤلاء